أشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أشهد بالعلاقات المتميزة والتعاون والتنسيق القائم بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات انطلاقا من مسار هذه العلاقات المبنية على أسس راسقة وممتدة وفي ظل حرص مشترك على تنميتها وتطويرها مؤكدا سموه على ما تحظى به باكستان من تقدير واحترام لمواقفها وجهودها في دعم الجهود الإقليمية والدولية في دعم الاستقرار والتصدي للإرهاب بكافة أشكاله جاء ذلك لدى لقاء سمو يحفظه الله بقصر رفاع سعادة السيد جافيك ماليك سفير جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة انتهاء فترة عمله حيث نوه سموه بالجهود الطيبة التي يبدلها السفير خلال فترة عمله في مملكة البحرين والتي أسهمت في دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين متمني سموه له كل التوفيق والنجاح فيما يسند إليه من مهام مستقبلية من جانبه أعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما أبداه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الباكستانية وعلى ما لقيه من دعم ومساندة أسهمت في نجاح مهمته الدبلوماسية في مملكة البحرين ينتبه أن على المملكة البحرينية اشتركوا في القناة